قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع من المسلمات في عقيدتنا أن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله وإرادته ومنشئته قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا فليس شيء يقع في الأرض إلا بقدر الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه الأمراض إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وَجَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ ترجمة نانسي قنقر